أعلنت وزارة التخطيط أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بلغ 7 ملايين و 300 ألف دينار في العام الماضي مرتفعاً بنسبة 32% عن 2020 وأذكر جهاز المركزي للأحصاء أن مساهمة نشاط النفط الخام في الناتج المحلي بلغ 45% بزيادة نحو 29% عن 2020 فيما لم تتعدى مساهمة القطاع الزراعي 4% فقط مقابل 2% للصناعة وفي ضوء تقديرات الجهاز فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي شهرياً يبلغ أكثر من 608 ألف دينار عراقية